موسيقى ما هو واقصة دامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم واقصة دامات وقضبان طور عبارة عن حماية مصنوعة من الأنابيب الفولادية أو الألمنيوم أو مواد مركبة وتكون مرتصقة بهيكل السيارة الشاصي وتمر من أمام المصد الأمامي بحيث يعمل هذا العنصر كقاعدة لحماية المركبة وركبها من الصدمة ضد الحيوانات البرية الكبيرة ويتم استخدامه بشكل أساسي في المناطق التي تتميز ببراريتها الموجودة خصوصا بالقارة الإفريقية والأسترالية وأجزاء من القارة الأمريكية ويستخدمه أيضا في بعض المركبات على الطرق الوعرة وصيارة الدفع الربع التي تباع في المناطق الحضارية كعنصر للزينة وخلق استخدامها جدالا بحيث أن تصميمه أصلا كان ضد الحيوانات الكبيرة مما أدى إلى حظر استعماله بالاتحاد الأوروبي سنة 2000 جوج أسباب منع واقصة مات بن مغرب تم منع تركيب واقع الصدمات في مقدمة المركبات بقرار من طرف وزارة الجهز والنقل الذي نفذ انطلاقا من تاريخ فاتح يناير 2018 وأي مركبة تتوفر عليه تستلزم إجراء فحص تقني تكميلي ولا تمنح لها شهادة الفحص التقني الإيجابي إلا بإزالته وذلك راجع لعدة أسباب من بينها تغيير مستوى امتصاص الشاصي للصدمة وتمريرها الأجسام الأقل ضعفا يشكل أدت أكثر عنفا خصوصا في حالة الاستضام مع راجل أو دراجة مما يسبب في كصور وجروح قاتلة على مستوى الأطراف السفلة والرأس يلغي كلية المعنى صيارة ذات خمسة نجوم أو ثلاثة نجوم يمنع عمل تجهيزات السلامة كالوسائل الهوائية لأرباق كما يمكن أن يمنع عمل بعض التجهيزات كالأضواء مخالفة استعمال واقصة مات وجاءت مخالفة واقصة ضمات بالماد داميو 57 من مدونة السير عبر الطرق بحيث كالتروح ما بين خمسة لفدرهم إلى خمسين لفدرهم حسب طبيعة المركبة واستعمالها وقد تصل إلى العقوبة الحبسية ولنعمل جميعا من أجل خفض شدة الحوادث بإزالة واقصة ضمات لا تنسوا تدعمونا بلايك وبرتاج لتعم الفائدة وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر